لنبدأ بتركيب مفاتيح ذات نقطة تلامس واحدة وتحويلتين SPDT على الروبوت يجب تركيب المفاتيح على الأطراف بزاوية 45 درجة تقريباً على هذا النحو ضعوا بعض الغراء الساخن على الطرفين بعد ذلك ضعوا المفتاح على الغراء هكذا وتأكدوا من عدم ملامسة الغراء لذراع المفتاح ضعوا البطاريات الآن لكي تعطي بعض الوزن وتسهل عملية تثبيت غطاء البطارية والمفاتيح وعند فعل ذلك تأكدوا من عدم ملامسة الأسلاك لبعضها البعض إذ سيؤدي ذلك إلى ذوبان الغطاء ومشاكل أخرى حسناً أحضروا سلكاً آخر قياس 22 وقوموا بتعريته على هذا النحو الآن ضعوا هذا السلك في هاتين الفتحتين ثم وصلوه بهذا السلك سيسمح لكم هذا الأمر بتوصيل أطراف المفاتيح وتوفير السلك إضافي لإضاءة مصابيح اللد قوموا بثني السلك قليلاً ليدخل بسهولة هكذا هذه العملية معقدة بعض الشيء لكن يمكنكم تعلمها مع الممارسة لقد انفصل المفتاح عن الغراء لا بأس سأزيل الغراء القديم تأكدوا من إزالة كل الغراء إذا واجهتكم هذه المشكلة سأضع الغراء الساخن مرة أخرى هنا أبعد أصابعكم عن الغراء الساخن لكي لا يلتصق بها سأضع المفتاح كما كان سابقاً على هذا النحو تأكدوا من عدم التصاق الغراء بذراع المفتاح سأحاول إدخال السلك في الفتحتين بشكل أفضل ها قد انتهينا من السلك امسكوا هذا السلك الأحمر واقطعوه هكذا ثم قوموا بتعريته على هذا الشكل واربطوه مع هذه الأسلاك وبهذا أصبح لديكم وصلة جيدة يمكنكم الآن البدء بعملية اللحام امسكوا مكوات اللحام وضعوا بعض القصدير على رأسها وابدأوا بلحام الأسلاك ها قد انتهينا الآن وصلوا السلك الأبيض قوموا أولاً بتعريته على هذا الشكل ثم ادخلوه في هذه الفتحة لا حاجة للعازل في المنتصف إذا أبقيتم السلك الأبيض بعيداً عن الأحمر ادخلوا السلك الأبيض في الفتحة الثانية أيضاً تأكدوا من إبعاده عن السلك الأحمر أصبح لديكم الآن مجال لتوصيل السلك الأسود لطرف الدائرة الثاني اقطعوا السلك الأسود من هذه الجهة ثم قوموا بتعريته هكذا ثم وصلوه قوموا الآن بلحام السلك والمفتاح على هذا النحو والسلك الأسود مع الأبيض أيضاً ولا تنسوا لحام السلك الأبيض مع المفتاح هنا قصوا هذه الأجزاء الزائدة من الأسلاك وحاولوا إبعاد السلك الأسود هذا عن السلك الأحمر قدر الإمكان سأضع المزيد من اللحام على هذه الوصلة ها قد انتهينا ترجمة نانسي قنقر